السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي حل مناقشة تربية الإسلامية للصف الخامس الاعدادي من الحديث النبوي الشريف المفلس في الآخرة المناقشة أولا من المفلس في نظر الناس ومن المفلس في نظر الإسلام طبعا الجواب النقطة الأولى موجودة بصفحة الفمانية وتسعين هذي هذي إنه الحد هذي لا والله وهمات همات هذي يقول لك المفلس الحقيقي هم التكملة مالتها هي آتي هذي هذي هذا الجواب السؤال الأول من حل المناقشة رجي عليها من على ثانيا نقول ما جزاء الذين يؤدون حق الله ولا يؤدون حق حقوق عباده هذي هذا جواب النقطة الثانية بس شنش نقول نقول إن الذين يؤدون حق الله لا يؤدون حقوق عباده جزاءه من نار وبئس المصير لأنه لا يجتمع البر والمنكر عند المسلم في آن واحد فأما هذا وأما ذاك وإن اجتمعته فهذا هو الإفلاس يوم القيامة ثلاثة ما سبب الإفلاس الذي يصيب بعض الناس الذين يؤدون العبادات طبعا هذا جواب النقطة الخامسة أول أربحة كيف يحافظ المسلم على أعماله من الضيار هذا جواب النقطة السرس